سبقها راضي ببضع خطوات علشان يهمه هو بفتح الباب بينما بيشاور لها انها تروح جوه خش جوه يا فاطمة لحد ما شوف مين همي بصت له فاطمة باستياء وما تحركتش من مكانها لانها عارفة كويس مين على الباب قال لها بدي يا بوي عراس الناش فادية ناس اداش دشتاني ولا احب عليها ولا اعمل ايه فيها دي ما قدرتش فاطمة تمسك نفسها من الدحك افتح يا راضي افتح يلا افتح الباب اللي على الباب خير لي لو هفتح جاك خابط في نفوخك وبالفعل اول ما فتح الباب سمع اصوات الزغاريت بتاعله في المكان وبتصدر من الكل سواء من والدة راضي واخته او من الحجة باهية ونوارة واول ما فاطمة شافت امها جريت نحيتها بسرعة وهي بتحضنها بكل شوق يما يا ستة دارت وحشتك جوي يا ماي كيفك يا نور عين غصب عني تأخرت عليك يا بتي قلت اكيد عرفت بالظروف اللي برنا بيها لكن انا كنت متطمن عليك يا زين لان يعني كنت في كتف راجل صح راضي حطي يده على صدره وقال لها بامتنان الله يكرم اصلك يا حماتي شهادة وربنا اعتز بيها امنورين كل ياتكم خشوا خشوا الدار داركم قالت والدة راضي ايه الجمال والحلاوة دي عروساتنا الحلوة افرح يا ودي يا راضي ده التلولفت العالم كل ياته مش هتلاقي وحدة زينك في فاطمة كده ربنا يحرصها من العين هنا استغل راضي اللي قالته امه ومدي ايده علشان يحاوط رقبت فاطمة وهو بيقول مش كده يا اماي ده اكتر واحد محظوص في العالم حاولت فاطمة انها تبتسم وهي بتقول بهمس نزل يدك لحسنك طعها لك يا راضي راضي بتسم وقال لها بهمس شش اسكتي لازم يعني نحبكو الدور زين ما احنا عرسان يا بيت حتى الحلم ما عاوزنيش احلمو الحلم دي هو انت نايم مش انت وصاحي ومالك اني ونايم واني وصاحي حد يجاور الجمر دي هو يقول لها وبعدين باجا هنا قالت والدة راضي قليلي يا حبة عيني الواد راضي عامل معاك ايه لو كان مزاعلك قليلي وانا ملسلك ودانا اللي عاملك ايه في الماكرافونات دي راضي رفع حجه امنور يا اما امنور يا اللي رفع راسي وسط الخلج امنوره ما قدرتش فاطمة تكتم تحكاها اكتر من كده قال راضي بديق الكلام على كيف وكدتي ها وبعد الزيارة اللي مرت بسرعة وده لان زيارة الاحباب بتعدي بسرعة بسلاسة من غير ما حد يحس بيها قال راضي بريدا برافع عليك يا بيت يا فاطمة عرف تتمثل دور العروسة صح وانت مضيعتش الفرصة واستغلتها حسن استغلال مش كده راضي هرش في دقنه وقال امال دي حاجة تفوتني برضك لازم انا استغلها حسن استغلال افتكرت فاطمة اخوها وقالت صحيح كنت عاوز اسألك اخويا عزة مجاش معهم ليه انا توحشت اجاوي ههههههه تلاقيه متعاقب انا هدج عليه واشوفي حكايتها ده قالت فاطمة باهتمام اتكلم هنا عاوز اسمع هتقوله ايه ماشي اجوا دجاري هنا واول ما يا راضي اتصل على عز سمع وبيقول ايوة يا راضي خير اتا بخير وفاطمة اختي بخير طميني عليها قالت فاطمة اخوي يا عز عمليت وحشتك يا غالي قال راضي بسخرية قبل ما عزي يرد ايوة عمي ما جيتش ليه وعاك تكون متعاقب اياك وممنوع من الخروج متضاركي في الحريم اتغز عز من كلامه وقال له هو بيتجاه له واني توحشتك اكتر يا بيت ابوي ضمنيني عنك الوضراضي عامليه معاك يوتي كيفوك معاك كل شي تمام يا اخوي ناكسة بس شوفتك قال راضي با ما قلتلك يا فاطمة عز كان متعاقب عشانك ده ما عرفش يخرج وياجي وياهم عايزي دلوك يا راضي ها عايزي بدل ماجحش يصف سنانك ونرتاحه لو جدا عاملها وتعالى لكن هتاجي ازاي يا ولده وانت متعاقب لم جوزك يا فاطمة بدل مجيلة سيبك منا عز ولا تزعلش نفسك يا اخوي لا سيبيه يا اعترف ان متعاقب ايوة متعاقب ها ارتحتك ده يا بوي انت اتبطيت وعمليل اخوي حمزة اللي مضييجها علي وخنجني بتحكماته لهو ابوي موافق على كل اللي عيعمل فيه ههههههه تستهل والله اللي عيعمل فيك حمزة ده اجل اللي واجب معاك مبلاش انت ازفت عشان ما كدركش بس تعرف كله يهون عشان ندين انا هتحمل الدنيا كلياتها المهمة تكون ليه في الاخر صحيح يا فاطمة ما تعرفيش اخبار عنها لا طبعا نعرف ندين بتكلمني كل يوم وتطمن علي واتطمن عليها فرحة عز الدين وقلب فرحة والله صحيح يا بيت يا فاطمة طب هي عاملة ايه واخبار صحتها ايه اني جلبي متوغوش عليها اتطمن يا اخوي هي زينة جوي ومزاجها هناك عال العال كمان ياه طمنت جلبي يا بيت ابوي وريحتيني ربنا يشفيها ويعفيها يعيني على حب ولا طلش يا عيني اتصدق صعبان علي يا جوي شوفتك كديه ما هردش عليك عشان فاطمة جاعدة ها ولاحظ ان صابر عليك يا زفط الطين انت ولا قلك اني ما هعكرش مزاجي وهسيبني فرحة بالاخبار الحلوة عن ندين ضحك راضي وانهل اتصال معز اما في بيت احمد المرشدي كانت بتأدي تمارينها بنفس متحمسة مقبلة على الحياة وتمنية الشفاء العاجل سمعت امها بتقول لابوها اختك وبنتها جايين يزورونا مصيبة ليكونوا عرفوا يا احمد ان البت اطلقت والمشكلة يا فاتن ما يعرفوا هو الموضوع ده هيستخبى ممصرهم هيعرفوا في يوم الايام لا انا ما عملتش كل ده علشان الاقي حد يشمت في بنت تاني بص مش ضروري يعرفوا انها اطلقت دلوقتي عادي جاي زيارة الاهلها وتغيير جو بتحصل يعني سابت ندين اللي في ايديها وتوجهت علشان تقعد مع امها وابوها وهي بتقول باستياء برضو يا ماما هنفضل نهتم الكلام الناس هنكرر نفس الغلط تاني ارجوكي كفاية بقى انا مش مستعدة اكرر نفس الغلط اللي عملته مرة تانية عشان خايفة من كلام الناس هنا عيون فاتن اتملت بالدموع وحضنت بنتها حقك عليها يا بنتي بس والله يغصب عني مش عاوزة حد يقول كلمة يحرق بها دمك مش هتحمل عليك اي حاجة انتي عارفت بالنسبة لي ايه اللي بيجرالك بيجرالي اضعافه انا مش عاوزة اشوفك حزينة او مكسورة ان شاء الله ما فيش حزن ولا كسرة بعد النهاردة يا ماما انا الحمد لله راضية بكل حاجة وقدرت استعيد نفسي كويس قوي وبصراحة بعد اللي عمله معي عز جاب لي طاقة ايجابية واقبال على الحياة اكتر بفضل الله يعني ما تخفيش نادين بنتك رجعت تاني لا رياح تهزني ولا موجه تحركني ايه طمني ابتسمت فاتن بينما احمد قلب فرحة ببنته ربنا يكمل شفائك على خير يا بنتي يا رب ربنا يخليك لينا يا حبيبي يا رب جهنا بيلا وخرج من قطه ايه الجو العائلي المليء بالاحضان ده انا مليش نصيب فيه ولا ايه ولا يكونش انا ابن البطة السودة ولا ايه بقى ورن جرس الباب قال نبيل وده مين ابن الكائب اللي جاي لنا في لحظة شعرية زي دي لا يا ابني ممكن تكون صمر قم بفتح لها بسرعة اه اذا كان صمر فهي اتشرف في اي وقت بصراحة حقها والبيت بيتها لكن اول ما فتح الباب اتفاجئ ببسمة وخالته ازايك يا نبيل عامل ايه يا حبيبي ازايك يا خالتي من وره تفضلي سمع لصوت بسمة اللي بتكلمه بحنية ازايك يا نبيل اخبارك ايه نبيل بص البسمة ولقاها لبسها هدوم انيقة كأنها رايحة حفلة مثلا ظنن منها انه هيهتم بيها زي ما كان بيعمل قبل كده لكن رؤيتها ما كان لهاش اي تأثير يذكر عليه زي قبل كده فرد عليها ببرود اهلا يا بسمة اتفضلي دخلي منورة يا بيت خالتي دخلوا الجوة وقعدوا سوا كانوا بيتكلموا في احاديث جانبية كتيرة ونبيل ساكت مش بيتكلم ولا بيشارك معهم اي كلام ايه يا نبيل ساكت ليه؟ عادي ولا حاجة على فكرة انا وقبل ما تتكلم هم نبيل واقف وقال طبعا اذنك انا يا خالتي اصل افتكرت مشوار مهم ولازم اعمله خدي راحتك يا بنت خالتي البيت بيتك قامت بسمة وتوجهت بسرعة ناحيته استنى يا نبيل انا كنت عاوز اتكلم معاك بعدين بعدين يا بسم انا مش فاضي دلوقتي جزت بسمة على شفايفها بغيز ماشي يا نبيل انا وانت والزمن طويل شفها بتنظف المطبخ وبتعيد كاسات العصير لمكانها تقرب منها وقال لها بمكر فاطمة ملقاش منها اي رد فقرر نداءه تاني فاطمة انتبهت له فلفت بوشها ليه هيا راتي انت بتنادي عليها؟ امتغس وشه وقال لها لا بنادي على امي كنت سرحانة فيها بيت تتي انا بنادي عليك من بدري على فكرة كشرت فاطمة وقالت يوه وانت مالك سرحانة ولا ما سرحاناش عاوز مني ايه لا واكتب اللاهي السرحان ده ما كانش طبيعي جري واعترفي كنت سرحانة في ايه بدل ما جيب راسك وافضيها واشوف بنفسي اللي جواها انا متأكد اني ما هلاقيش غير صواميل مصادية مش كده ولما انت عارف كده بتسأل ليه وعاوز مني ايه يا رادي دلوك مالك يا بيت ايه فيك ايه مزعلك؟ هو انا زعلتك في حاجة لا صمح الله واني معارفش لا لا صمح الله ده انت لسانك عينك تشاهد لانا هيك يا بيت عن لساني اللي هو ما هو الا ردة فعلة عن تصرفاتك ما علينا المهم مالك يا فاطمة فيك ايه يا بيت الغالي مفيش يا رادي كنت عفكر في حال عز اخوي ونديد الوضع معه متأزم على الاخر لا سيبك من عز اخوك ده جردم سلسل هيعرف يخرج منيها كيف زي كل مرة انت بس فكر في حال راضي وفاطمة اللي حالهم لا يصر عدو ولا حبيب ده اتي ما عاوزاش ترحو مجلبي لغلبان ده يا بيت وانت حالك ما لا يراضي ما انت واكل شارب نايم ولا شغلة ولا ما شغلة عاوزه تاني ما اتشاف ايفو بديه فهي مش هتفهم ابدا ولا هتحس بيه هي باجتك ده حيس ده باجة انا من بكرة هعاوز شغلي بدل الجاعدة ده كيف الحريم مبسوطة يا اختي والله اللي يلد عليك انا مش همانع فيه طيب نستيني كنت جاي اقولك ايه ايه خير في حاجة خالتي وبيتها جايين يزورونا النهاردة عاوزك ترحب بيهم كيف ما بتعملي وتظهر ايه دلالك بزيادة عن اللزوم رفعت فاطمة حاجبها غريب ليه عا تقولك ده اصلهم مش ضيوف عاديين دول كانت حقين عينهم مني وقالتي كانت عترس منها تجوزني بيتها هاما بالتخالت دي كانت تتمنى لي الريد ارضا بس انا كبرت لهم كلياتهم ليه كانها قطصت في عجلها اياك ما لجتش غيرك عشان تحبها رغم ان كلامها دايق راضي الا انه كمل وقالها ببرود الجلب وما يريد يا بالتعمي يعني مثلا انا ما نشعار في اللي حصل وخلاني اسيب الدلال اللي كنت هعيش فيه وياها وحبه واتجوز بجرة زيك النصيب غلاب يا بالتعمي كشرت عن انيابها وقالت بديء راضي قلت لك ما تقولش بجرة دي ما بتحب نديك بايه يا غالي جاموسة تمشي معاك اتغازت فاطمة اكتر راضي قال راضي ببرود وهو بيقول لها بتودد عيون راضي وقلبه كمان ما تحس بي يا بقى يا بتي يا فاطمة ولدت قلبك حجرك دي ما هيلينش وبعد هالك يا راضي ما تنساش اتفاقنا لها ما نسيش ولا حاجة قديني متنيل صابر اه بس قلت يمكن انت غيرت رأيك ولا حاجة لها ما هغيروش وما تتعبش حالك طي اتي الخسرانة خلي غيرك تلطشني منيك اهو جرس الباب عيرنا ها يلا هم استعدي عشان تستقبليهم راحت فاطمة تغير هدومها بهدوم مناسبة لاستقبال الضيوف بينما استقبل راضي خالته وبنت خالته يهلا ومرحب يا خالتي نورتي دار ولدك يا حبيبة الداري منورة باصحابها يا راضي يا حبيبي كيفك وكيف همرتك الحمد لله ماشي الحال يا خالة يا بيت يا مهجد كأنك عتتكسفي مني ياك عاملة يا بيت والله يليك وحش اني الحمد لله زينب شفتك يا سيراتي ان شاء الله تسلم وتعيش يا رب ويسعدك ويهنيك الله عالدعوات الحلوة دي تسلميلي يا بيت خالتي خذ الطاجن دي ده طاجن عكاوي من اللي عتحب عمله لك بنفسي لاني عرفك عتحب من يدي راضي فرح قوي وقال لها والله فيك الخير يا مهجة كتر خيرك تصدق اني كنت متوحش عمائل يدك دي جوي تسلميلي يا بيت هنا جات فاطمة واتضيقت من الكلام الداير بين راضي ومهجة لكنها ما بينتش ده ورحبت بيهم اهلا وسهلا يا خالة نورتي اهلا بعروساتنا الجميلة كيفك يا بيت شاء الله تكوني مبسوطة راضي راجل وسيد الرجال ونص بنات البلد عايت هافته عليه راضي قال لها بسماجة وطبعا النص التاني متجوز عشان ما تقوليش شمعنا النص بس قالت مهجة بلهفة ات ألف من يتمناك يا سيراطي هو فيه زيك اتنين وربنا انت عاتفها ما بيت يا مهجة مش زي ناس وبعد انتهاء الزيارة قعد راضي بيتلزز بطاجن العكاوي وهو قاعد قدام فاطمة يا بوي عطاجن ديه وطعامته اه بيودي الواحد في حتة تانية واصل تسلم ايديها البت مهجة دي عارفة طلبي واعتعملة من غير مطلبة فاطمة بصت له بديق وقالت شايفك مهتم بيها جوي يعني دونا عن جرائبك كلياتهم ايه كنت بتكون متحفز معاه ومش معنى دي يعني لا مهجة دي في حتة تانية واصل يا شيخ وان كان قده ما اتجاوزتهاش ليه انت عاوزان اتجاوزها وما لا الشرعة حلل اتنين وثلاثة واربعة كمان ما عنديش اي مشكلة انت عاوزت اتجاوز علي يا راضي كانت يتقطع يدك ورجليك قبل ما تعمله لا اتطلقني لول وبعدين تعمل اللي يلد عليك وقعد جاك خابط في لسانك يعني انا عارف اتجاوز اولان عشان اتجاوز تاني يا شيختني اللي انت رخرة انا جاي منام وانت خسلي الطاج اندهزين وحطي في حلوياتك دي عشان ابعطها الخلط تاني الها وسابها وراح قطه مشي نبيل من البيت وهو مش عارف هو رايح فين بس كل اللي كان عاوز يعمله ان يبعد قدر الامكان عن المكان اللي بيجمعه ببسمة بانتخالته وانا اتخنأت كده ليه اول ما شفتها رغم اني خلاص خرقتها من حياتي ومتأكد ان ما بقتش فرقة معايا خلاص ما انتهاش من كلامه ومد بصره وشاف صمر قدامه انشرح قلبه بسعادة ما كانش عارف السعادة دي ليه ولا كانش شاف لها مسيل من قبل كده فتلقائيا رجليه خدته نحيتها وهو بيقول بابتسامة صمر ازايك عاملة ايه اهلا يا نبيل اخباركم ايه واخبار نادو الحمد لله احنا بخير اطمني ايه ما جتيش النهاردة يعني لنادو يعني انتي متعودة تجيلها كل يوم اه فعلا بس النهاردة مش فضية وكده اصلي جاي لنا ضيوف وكمان انا عرفت ان يعني خالتك وبنتها جايين من نادو فقلت مش هينفعجي النهاردة لا ده انتي تيجي في اي وقت اتي يا بنت بقيت صاحبة بيت خلاص الله يكرمك يا نبيل شكرا عن اذنك نبيل ما حبش انها تمشي من قدامه وبالسهولة دي طب انتي مش بحتاجة حاجة يعني تحب اعملك حاجة على فكرة انا ما وريش حاجة وبتمشى كده بضيع وقت ليه طب وضيوف اللي عندكم فهم نبيل اصدها لا ما بقوش مهمين في حياتي خلاص لاني خلاص اكتشفت الاهم اللي ما كنتش واخد بالي منه والحمد لله قديني شفته بعد ما ربنا نور بصيرتي ربنا يسعدك يا نبيل معلش بقى انا لازم امشي عشان ما اتأخرش ولو اني مش عاوزك تمشي بس اتفضلي بتقول حاجة يا نبيل الله سلامتك يا صمر في امان الله في صباح اليوم التالي راضي لبسه دومه وخرج علشان يفطر مع فاطمة فاطمة انا هندلع على الارض وما هرجعش غير العصرية ريداش مني حاجة جبهالك لا شكرا اتضار فيها كل حاجة الحمد لله من اللي ممكن احتاجها طب الحمد لله برضك لو احتاجتي حاجة ريني عليها وهتلاقيني جدامك طوالي هسيب كل اللي في يدي وهتلاقيني هنيه فريرة حتى لو قلتيلي ريدك انت يا راضي ايه هواني في ديك الساعة لما انت تقوليها بس فاطمة ما قدرتش تمسك دحكتها ماشي يا راضي لما احتاج حاجة هكلمك استغرب راضي دحكها واه اعجل لك اتياك انا عشان تضحك وتتمسخر علي جم يا راضي جم شوف اللي وراك وبطل لك اهمي يلا بص راضي لديها اللي مسكة دي الله الله على مسكة اليد دي وربنا لو هفضلك دي طول اليوم ما همل لي ولا هكلي عسل انتي سحبت فاطمة قديها بسرعة باستحياء وهي بتقول وهي رفعة هاجبها انت شكلك فائج ورايج النهار دا يا راضي على فكرة حمزة اخوي ما هيحبش التأخير دا وهتحصل مشكلة ومين ما يبقاش رايج وهو جار الجمر دي اه وبعدين اخوك حمزة يتمنى لتأخر بس هنقول رضاك انتي بس اقشر انتي بس وهتلاجيني شبيكي لبيكي ارتبكت من كلامه فدس راضي من الضحكة على ارتباكها ضحكت فاطمة وهي بتحط ايديها على بقها قال راضي بعيش اموت انا في البسمة اللي عتنور حياتي دي قالت له بتلقائية لا بعيد الشر عنك يا راضي قرب منها راضي بمكر خايف علي يا حبيبتي لقاها بتجري من قدامه ناحية المطبخ يا رب يا رب اجري بالبعيد يا رب رح راضي الارض وشفع الزدين شاي للفاس وبيشتغل وبيعرق قال راضي وهو مبتسم وشمتان فيه يعيني على الحلوة لما تبهد للايام تصدق لايج عليك شغل الفلاحة دي اني بجوني تسيب الجامع والكلام الفاضي دي وتجعد في الارض هنا اهو خدوا ايه بتوع الكليات يعني غير واجع القلب عز الدين رفع راسه وتعدل في وقفته اهلا يا خوية انت لسه جاي نموسيتك كحلي تأخرت ليه لما انا عريس بجاوة تأخر براحتي يعني اجي كديها مشت على السريع وعاود لعرصتي طوالي عز رفق حجبه باستنكار يا راجل علي انا برضك قال عريس جال شمر يا خوية وتعال سعيدني يلا ردي رح تحت اقرب شجرة واقعد تحتها لا هاني ما قلت لك شي ان حمزة طلب مني اكون مشرف عليك وتوكد انك جايم بعملك عليك ما الوجه ولا له وبصراحة دي انا شايفك متقاعس وعمال تضيع وقت وديه ما هينفعش التجايه هنيه بتشتغل باليومية يعني هتاخد اجرتك نظير عملك وين شغلك دي ها هم يا وقت اشتغل زي الناس بدل من انت جاعد كديه وحتى مسكة الفاس غلط يا بوي يا بوي على الرجال الخرعة يا ناس انت متفق علي انت وحمزة مش كديه هو كديه بالظبط ومش هنسيبوك الا لما تعرف ان الله حق وحالك المايل دي هتعدل يلا يا دي اجير انت اخلص ورانا شغلي كتير همي يلا تعرف انا نفسي فيه دلوك ايه اعاوز حدي يمسح لك حبات العرق اللي على شبينك دي هو التلحكتي يا اخي دي الشمس لسه ما بقيتش عمودية بس هنقوله ايه ما انتش واخد على المرمطة بس انا وراك لحد ما نقدبوك راضي رفع راسه ولقى عز الدين بيشمر اكمامه وبيستعد علشان يدي راضي لكمة قوية وكان وشه باين عليه الشر راضي قال بسرعة وبيحاول ليهرب منه وهو بيقول الحجون يا خلج اضطر ساب اضطر ساب عز قال له بتهور ورب ما انا راجع عنيك تعال اهنه لقيته بيستعد للخروج وبيلبس هدوم انيقة قالت له بوش متبرم شايفك يعني عتال بس ومتشيك كده رايح على وين شكلا مشوار مهم عشان تستعد لبشياكة دي كلها ايه غيران علي لو احدى تخطفني منيك ولا ايه رايح فين يا حمزك دي ومن غير ما تقول لي مفيش غير لما سألتك ما كنتش هتقول لي ايه رايح عند ضرتك اصلي توحشتها جوي ورايح اشوفها لقاها بتنفخ وشوية وهتطلع نار من ودنها وكانت هتمشي من قدامه لكن ضحك هو بقوة ومسك ايديها قبل ما تمشي استنى يا بيت هنه بضحك معاك ما لك كده جفشتي لي يا بيت الناس تعالى هنه له بعد عني وروح انت الحلسة بيلك سيبنا انا في حالي بيت حالي ومالي واللي شاغلك كل بالي يا بيت يا نوارة يا نوارة الجلب انت طب يقولك بقى اني بتشيك كده عشانك انت كل عجلي بكلمتين يا حمزة كيف كل مرة لكن النباة دي ما هتقدرش يا حمزة قالتها وكانت هتمشي وهي متضايق لكن حمزة قلبي جدية هو في يا نوارة ما لك وانا ما بجيتش اقدر اناقشك كيف زمان ولا ايه كل دي هو ما قدراش تشوفي حبيليك يا بيت الناس عامة عشان اريحك انا رايح لندين بالتعام احمد المرشدية طمّن عليها لانها خلاص بتعمل الفحوصات والاشعة اللازمة للعملية وانا وعدتهم اني هكون جارهم في الخطوات المهمة دي لكن النباة دي انا مانيش رايح لحالي اتي هتاجي معاي ومش بس كده له من غير العيال كمان عشان هنقودولنا هناك يومين ثلاثة لحالنا نعيشوا اجواء شهر العسل من تاني قدت رايد عاملها لك مفاجأة ها ايه رأيك بتتحدد صح يا حمزة هتخدني تفسحني ايوا يا روح قلب حمزة هنعيشو لنا يومين انا وانتي يا بيت من غير ما حد يعكر صافونا طب والعيال يا حمزة هنسيبهم لحالهم يبعتيهم لامك يا اختي ولا سيبيهم هنهم يا عمي كيف ما بدك المهم انك تفضيلي تفضيلي نفسك دي وما تفكرش في حاجة واصف يلا روح يجهز حالك عشان نتحرك جريت نورة بفرحة وهي بتقول يطوالها لما رجع راضي لبيته اول ما شفته شهقت بصدمة وهي راضي ايه اللي في وشك ده ومين اللي عمل فيك ده راضي قال لها بتبرم اللي في وش زي ما اتي شايف مني لله اللي كان السبب جادر وما حدش بيقدر عليه هو فيه غيره ما قدرتش فاطمة تمسك نفسها من الدحك وقالت وهي بتضحك لا ما تقولش ان ده عز دخوي هو اللي عمل فيك ده هو بغباوتة ويد ضطرش اللي كيف الطور قالت فاطمة وهي بتضحك اكيد انت عملت فيه حاجة وضلعت العصب اللي جواه حاكم عز اخوي ما عيتوصاش في الضرب انت هتقولي لي دي بلوة من بلاو الزمن يخرب بيتها يد تجيلة بجع عريس جديد يا ناس وامشي وشي مورم جده معلش ما تزعلش يومين جده وهتختفي القصار دي واصل اجعد هناه لما عمل لك كم دات مياه باردة عشان يخف القلم شوية حب راضي ان يستغل الفرصة دي افضل استغلال فادع انه وبيتقلم اكتر اه ايوة يا ريت يا ريت تعمليلي كم دات لان الالم وعر جوي وما هتحملهوش اسرعت فاطمة وجبت الادوات اللازمة وبدأت تعمله الكم دات اللي قالت له عليها امسك دي اراضي وخليها جديه لحد ما تسيح وهجيب لك غيرها لا ما هقدرش خليك اتي مسكاها لحد ما الالم يخف طيب ماشي اسلميلي يا فاطمة انا منيش عارف من غيرك كنت هعمل ايه على ايه بس ده اجل واجب اعمله لك يا راضي اتواجفت معي كتير وبصراحة جميلة جديه شايلها فجراسي لا ما فيش بين الاحباب جماعي انا عملت جديه بنفس صافية ولو حصلت كمان اعملها مرة واثنين وعشرة اسم مهمة تكون انت زينة ابتسمت فاطمة وهمت بوضع قطعة تانية من التلج فقال لها بمدعبة ياه انا اسعد واحد في الدنيا عشان حبيبتي وضيعيني جريبة مني بالشكل ده ياه اعوزي من الدنيا اكتر منك ده ارتبكت فاطمة وكانت هتمشي وهي بتقول كفايا جديه دلوقت او كمل انت لو حبيت التلج عنديك اها لا 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 لما راحش اهون عليك تسايبينك ده يا فاطمة بس انا يدي بدأت توجعني سلامت يدك وقلبك كمان يا جلبي راضي تعالجوا ادي جاري هنيه كيف ما بدك ارتبكت فاطمة اكتر لا كليني واقفة هنيه هفطة انت حر كنت عاوز راحتك يا جميل اديك زي البلسة مع الداوي جرحي يا سلام يا ناس ممكن تبطل كلامك ده ايه مالا كلامي ده مش بعبرلك عن اللي بحس بي لا هسكت ما عايزاش اسمع صوتك انا مصدع الحال سلامتك مصدع اتحب اندلع الصيدلية اجيبلكم سكن لا هسكت انت بس واني هكون زينة ومالا اللي رايحه شافوا بيهبط السلم بسرعة فرح نحيته حمزة انت رايح القاهرة لنادين مش كده ايوة عايزين ملكش صالح وخليك في مهامك اللي كلفتك بيها ما عاوز شي تقصير وقل العقابي هيكون شديد انا جاي معك ما هينفعش فوتنادين في وقت زي ده من غير مكون جار هواياه سلامي العبيد ده مالك اتبهها ها اسمعي عز ما تخلينيش اقلب عليك التفاهم انا رايح انا ومرة نتفسح لنا يومين هتفضل انت هنيه تاخد بالك من الارض والدار ومن اعيالي كمان وتكلهم قبل حد مرجع وما عاوز شي اعتراض ولو فكرت انك تخالف اوامري يا ويلك مني عز النبادي انتو بتعملوا فيك دليه عالم هوني اجرمت ولا اجرمت هو الحب حرام ارحموني ارحمنا انت منطيشك ده قلنا ان شاء الله تبقى من نصيبك بس اصبر يا طور اصبر اديها فرصة تفوق الحالة وتكمل علاجها وترجع كيف ما كانت هتفهم ولا تفضل نفهم فيك كتير كده ماشي يا حمز قدني صابر لما شوف اخرتها معاكم ايه وبعد عدة اشهر قضيتهم نادين في استكمال رحلة علاجها جيه وقت عملية اعادة البناء اللي كان من المقرر اجراءها في الوقت ده سفرت مع عائلتها البرة علشان تجريها وبعد عدة اسابيع رجعت علشان تكمل فترة النقاها في بلدها في الوقت ده كان موعد اختبارات اخر السنة بالنسبة لفاطمة وعز لكن عز رفض دخول الامتحانات السنة دي طالما نادين مقدرتش انها تحضرها اما فاطمة كانت بتستعد انها تمشي علشان تروح القاهرة استنى يا فاطمة اتي مش هتروح لحالك كده اني هروح مع عز اخوي يا رادي هنقعد في الشكة هنيتة هناك لا الكلام ده جابلي سابق جابلي ما تبقى على زمتي لكن دلوك له مرتي ما هتسفرش وتروح اخر العالم واني جاعد هنيه لحالي ايوه يعني عاوز ايه دلوك اني هاج معاكم ورجلي على رجله بس انا وراي امتحانات انا مش رح حالعب وكمان هتاج معانك دي ايه دايق رادي من كلامها وخده بحساسية ايوه اصح معاك حق هاج معاك كده كيف بتجلبية دي اصلي ما هياش كد المجام وما تشرفوكش هناك نسيت معلش اسمعي بت الناس انا وعدتك ان نسرحك بعض الشهرين عشان تشوفي حل سبيلك وتدوري على ساعاتك لكن الشهر بقى وثلاثة ويمكن جه الاواني ان اعمل دي انا طلعت فعلا منيش مناسب ليك وما شرفكيش اسمعي بت الناس انتي لا يا رادي ما تقولهاش انا وعدتك ووعد الحر دين عليه اللي يجبرك تعيشي مع واحد غصبة عنك بس انا ما عيشاش معاك غصبة عني يا رادي ولا مجبر عليك دي قصدك يا فاطمة مش دا كان كلامك قبل سابق ادي قلتها قبل سابق يا رادي واحنا ولاد النهاردة يعني ايه انا ما فهمش ايه هو اللي مش مفهوم من كلامي لا قول ان اللي فهمت ادي صح قول انك ما عاوزاش تطلجة وعاوزة تفضلها معاي وعلى زمتي مزك رادي ايديها لما لقاها بتبتسم باحراج احلفي احلفي بالله العظيم انك هتتكلم جد يا فاطمة وبعد هالك يا رادي همل يدي بقى انا وراي صفر ما فضياش لا صفرية وبتعيدلو استنى انا عاوز افهم زين ما على كلامك دي واح ما هواش وقت دي اخلص امتحاناتي وعد السنات انه ما رايداش تخلص على خير دي ومالك اصبرنا كتير وما بقاش الا الجليل ادعيلي يا رادي انا خايفة جاوي واح تخاف ايه دتي جدة واجدود مرتي ست البنات ولا هتقدر على امتحانات بسيطة بعون الله تحب تاجي معايا يا رادي لا خليني هنا في البلد مع الارض يعني وراعيها وكده وهتسيب مرتك تسافر لحالها كان على عيني بس بس ايه على فكرة كلامك اللي قلت قبل سابق ما هواش مظبوط اي وحدة تفتخر انك جوزها يا رادي ده كفاية رجولتك وشهامتك يعني ما هتستعرش من جوزك اللي لابس جلبية انت فخري وتجراسي يا رادي بس الجلبية دي له انت هتندل مصر معايا بقميص وبنطلونك في عزة اخوي وحمزة ايه لا انا عمري ما لبست ديه ولا عارف البسه محدش قالك تتخلى عنه لكن لكل مقام مقال وانت لو عملتك ديه مش معناه انك هتتخلى عن توبك لا انا مش زي اخواتك ما قدرش عملها طب انت حر اللي رايحك انا كنت اشتريت لك طجم هدية وكان غرضي تسافر بيه معاي لكن طالما انت مريدش خلاص براحتك انا مش هقصب عليك يعني انت هترضي يسافر معاك بتجلبية طالما انت هتكون مرتاح جده ما عنديش معنى ابتصم رادي وخدها بين ايدي وحضنها الاول مرة اخرب بيتك هحبك ايه اكتر من جدهاني وهي رادي هملني باقي انت كيف تعمل جده وانا لسه عملت حاجة صبرك علي اتخلص الامتحانات بس يا روح الروح هروح اغير خلاجاتي واستعد واجي معاك ماشي مستنياك وبعد وقت لقيته بيخرج من الاغضة امت من مكانها وهي بتشهق بصدمة ايديه انت بجد ولا بحق وحقيق اعرف اني عفش كانت شورة مهب بايعني ومش ولابد هروح اغيرها حالا لا مش ولابد ايه دي فضيئة عليك لا يا عمي بعد عفشة جوي لا واكتب اللهم هتغيرهم دول هياكلوا منيك حتى للدرجاتي ولا هتجامليني يا بيت الناس لا والله الجميس والبنطلون كارزمة واني مانيش عايز اخد عجلي واحدة غيرك يا حبيبتي انا عملت كل ده عشان كنتي وبس ربنا يخليك لي يا اراضي كانت فقدتها بتتصفح تليفونها بملن اشتاقت لي وما شفتهش بقالها شهور ظنت انه هيحاول انه يشوفها ولو من بعيد لكن ما عملش ده وها هي انهت اجراء عمليتها ورجعت القاهرة لكنه كمان ما ظهرش اتنهدت بقاسة وهي بتحاول تسترجع شريط حياتها كله معاه سمعت صوت بيقول وحشتيني وانت كمان وحشتيني قوي وبعدها شهقت بصدمة لما استوعبت اللي قالته ورمشت عدة مرات عز انت هنا قدامي وحشتيني جوي جوي ما تعرفيش الشهور اللي فاتت دي عدت علي كيف وحشتيني يا حب عمري ياه واخيرا يا ندين اخيرا صبرت ونولت اتصاقت ندين من فعلته دي لانها لقيته بيحضنها حاولت تبعيده بكل قوتها عز انت تجن انت انت بتعمل ايه ارجوكي بعد ما يصحش اللي بتعمله ده وحرام ايه بس وحشاني مش هكدر ابعد عنك تاني لا يا عز انا ما صبرتش كل ده وما حاربتش المرض عشان اجي في الاخر وعصي ربنا لا وقالف لا ايه بعد اخرج برا لانك لو كررتها تاني يبقى كل واحد فينا من طريق انا مش هسمحلك بدا ابدا اطلع برا هي دي حبيبة جلبي وعسلي الحلو اللي جلبي اختارة من بين ملايين الانواع من العسل لان نوع فريد مفيش زيه برضو يا عز التمو سر تخسرني من فضلك اطلع برا لا مش طالع برا انا داخل اهنيه بالشهادة الكل الكل عارف اني معاك اهنيه والوحدين او هم اللي جافلين الباب كمان يعني انا مش فهم حاجة يعني انت دلوك مدام عز البكري يا عسل انت المأزون حتى لسه برا ما مشاش بيشرب الشربات مع الرجالة الف مبروك يا جلبي عز وضيعنا من جوه عز انت بتتكلم بجد انا جد جد يروح جلبي عز ربنا يجمعنا سوا يا نديم ايه مش مسدق اليه وربنا عارف ان حبنا صادق وعفيف فيصر لنا السبيل عشان يجمعنا سوا موافجة يروح بيا ولا لا اصلا لو مش موافجة هتوافج غصب واقتدار انا مش مصدقة نفسي انا في حلمه ولا حقيقة ولا ايه حجيقة يا عسلي حجيقة وهتروحي حالا عش الزوجية اللي بحضر اليكي طول الفترة اللي فاتت يا رب زوجي يعجبك ولو ما عجبكش بجي غيريه براحتك بعد كده عز انت بتعمل ايه نزلني ابدا مش هتنزل اللي في بيتك يا احلى عروصة لقاها بتهمن بالمغادرة ورجع لبيتها فاستوقفها وقال بغضب صمر ممكن افهمي الكلام اللي سمعته ده اهلا يا نبيل ازايك كلامي مش فهمة انت اتخطبت يا صمر فعلا وكمان فرحك كمان ايام انت بتستهبلي مش كده لا يا نبيل مش باستهبل انا فعلا اتخطبت ومع لش يعني ما دعيتش حد لاني ما كانش ينفع عمل حفلة وندين تعبانة فعملتها عدية وفرحي كمان كم يوم عقبالك ازاي ده وازاي توفي طب وانا انا كنت عاوزة تقدملك يا صمر صمر بهدوء فهي رضيت بنصبها فاحمد صاحب عز انسان ذات خلق واستخارت ربها وارتاحت لخطبته واطمأن قلبها ليه كل شيء اسمه ونصيب يا نبيل ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تسعدك عن اذنك علشان احمد جاي كمان شوية علشان عندنا مشوار مهم وقف نبيل تاية مش عارف يعمل ايه وكان بيتابع طفا سمعها بتقول الظهر اننا مكتوبين لبعض ومهما كلمة لنشغل بعض يا نبيل التف علشان يسمع كلامها ده وبصلها بديء لا يا بسمة قلت هالك قبل كده احنا ما ننفعش لبعض اما عند عز دخل مراته جوا الشقة الجديدة وهو بيقول بفرحة نورت بيتك يا عروسة كانت حاسة انه حلم مش علم مش عاوزة تصحى منه عز انا بحلم مش كده اي حلم تتمنى اميرتي هيتحجد بعان الله عز انا مبسوطة قوي انا مش مصدقة نفسي ربنا يا عيني واجدر اسعدك كمان وكمان يا عسل هنا جرن جراس الباب تجريبا وصل هما مين عز بمكر معلش هياخدوك كم ساعة مني وهترجعيلي تاني هما مين انا مش فاهمة حاجة استحالة طبعا اضيع الفرصة اللي بتحلم بيها كل بيت البنات اللي من البيوتي سنتر هيساعدوك انك تلبس الفستان وتعملي مكياج علشان تحضر فرحك يا عروسة المعازيم والاهل والاحباب كلهم مستنين عروساتنا الحلوة عز انت عملت كل ده امتى عملت عشان حبيبتي ومستعدة عمل كل حاجة ممكن تتخيليها بس اشوفك سعيدة ومبسوطة بحبك يا عسل والحد هنا خلصت روايتنا يا رب بتكونوا استمتعتوا بيها وعجبتكم وكملتوها للاخر وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد وان شاء الله اشوفكم في رواية جديدة قريب جدا